أعلنت وزارة البيئة عن وجود نشاط مكثف للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القهر الكبرى والواجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد خلال اليوم الخميس وغاد الجمعة وذلك استنادا إلى التقارير الصادرة من منظومة إدار المبكر التابعة للوزارة وأوضحت وزارة البيئة لأنها تتابع مؤشرات جودة الهواء من خلال منظومة الرصد المستمر التابعة لها والمنتشرة في العديد من أنحاء البيئة مهيبة بالمواطنين كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية تجنب الأنشطة اليومية في الهواء الطلق خلال هذه الفترة لتجنب الأثار السلبية الناتجة عن نشاط الرياح والرمال والأتربة المثارة